قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من الخامس عشر من مارس الجاري وحتى يوم الثالث عشر من إبريل المقبل وذلك بالتنصيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تمهيدا لإطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية في إطار المبادرة بأسعار مخفضة كلنا جايين نساهم في مبادرة كلنا واحد كلنا لازم نقف جنب شعبنا جميع السلع الغذائية من سكر ودقيه ورز ومكارونا وما يشمله من استراتيجي بتحتاج الأسرة المصرية في شهر رمضان المبارك حيكون متوفر إن شاء الله إذن الله في سلاسلنا ودائماً بنقدم أكبر خصومات فيما موجودة خلال المبادرة وخاصة في السرع الاستراتيجي الأسعارة دائماً بتبقى شبيهة بتسبب سعر التكلفة دون أي مكسب حصومات بتوصل 30% من مستهلك النهائي في الرز والسكر والفول والعدس والبقليات والحمص إحنا بيشرفنا اللي إحنا نقش المبادرة مش عشان مجرد إحنا مقودين قبل رمضان أو كمان جنب عيد أم لإحنا عشان نخفف العبق شوية على المواطن فهنخش في عروض تاني بعد اللي عملناها في يناير هنخش تاني نكملها ونزود العروض شوية عشان نوصل لبقى العروض قريبة جداً من التكلفة المباشرة للمواطن في كل منتجات الأجهزة القريبة بشكل عام كميات كبيرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية قامت الشركات التجارية والكينات الصناعية المشاركة في المبادرة بتجهيزها لتلبية احتياجات المواطنين في إطار المبادرة التي تنطلق فعلياتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% على مستوى كافة المخفضات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتستمر على مدار شهر وأتات أهميتها للمواطنين في ظلم تغيرات دولية ومحلية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين أنا اللي دايماً ببقى وقف لي كسد ما بسبش فرصة لأي حد يمس حب من ترابك أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزنتي صخ إحنا مشاركتنا النهاردة دي مشاركة تعني إن دا واجب على كل مصري موجود في البلد في ظل الظروف اللي البلد عايش فيها دلوقتي والعالم كله عايش فيها فده واجب على جميع المصريين والمشاركة دي مشاركة بسيطة تعتبر مشاركة بسيطة وبادعب جميع الناس من هم يحاولوا يشاركوا ويحاولوا إيدهم في إيد الحكومة لأن الحكومة مش قدر تعمل الحاجة لوحدها ما كانش القطاع الخاص وقطاع التجاري وقطاع الاستثماري نساعد مع الحكومة ما هي البلد إيه غير أنا وحضرتك وغيري 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 993 فرعا لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة قامت بإنهاء تجهيزاتها لاستقبال المواطنين وتم وضع الأسعار الجديدة على المنتجات التي توفرت بكميات كبيرة إضافة إلى وجود شوادر وسرادقات ومنافس بكافة المحافظات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسؤل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار كما جهزت الوزارة قوافل من السيارات المحملة بالسلع لتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجا دي المرة الـ 22 دينا مشاركين من خلال المئة فرع بتوعنا على مستوى محافظات الجمهورية مصر العربية المنتجات كلها الاستراتيجية موجودة وبوفرة وبنفس السعر الأديم ما فيش أي تغيير في الأسعار والبضاعة موجودة وتكفينا لشهور قدام كمان انطلاق المبادرة جاء تأكيدا على الثوابت الوطنية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعليها وإيمانا منها بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين بتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبيرة وهو ما تحرص عليه المبادرة التي تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية مشاركة واسعة من الكينات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية بمنتجاتها ذات الجودة العالية في مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها الثانية والعشرين بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك وتهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين عبدالبركات التلفزيون المصرية اشتركوا في القناة